اهلا بكم عزيزي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الراجل ولا ست حابب الاول قبل ما نبدأ مع ضيوفنا اعرفكم ان في هاشتاج نزل بحلقة النهاردة واللي هو بيقول ايه بقى يا ترى مين رومانسي اكتر الراجل ولا الست طبعا احنا نستنى اراءكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك والانستجرام تقولولنا بقى مين اللي هيكسب الراجل ولا الست طبعا الراجل لا يا احمد الست اكيد الراجل رومانسي اكتر طبعا اموال الست بتحبه ازاي ما هتحبه عشان هو رومانسي لا مش عشان هو رومانسي هو عشان هو زكي ايه ما هو زكي فبقى الرومانسي طبعا ايه خلاص مش لازم نتخنق دلواتي على احنا نشوف رأي الناس نشوف رأي الناس هم اللي قللنا مين رومانسي اكتر الراجل ولا الست نبدأ قول فكراتنا مع مفاجئة يلا بقى بصوا بقى احنا يعني اللي نعرف عموما ان الفن اللي يصور كتير اوي ومش بس المزيكة او موسيقى الفن اللي صور كتير اوي منها يعني اي حد حاسس بموهبته او بيعمل حاجة اللي هو بيحبها بيبقى اسمه فنان الحلقة النهارده فيها فنانين كتير بصراحة ومعانا اول فكرة الفنانة اللي تعتبر اصغر ميكيب ارتست مارينا ايمن ازاكي مارينا الحمد لله اهلا بديك يا مارينا احكي لنا بقى الاول كده مين رومانسي اكتر الراجل ولا الست لا الراجل طبعا استاذة هو ده الكلام طب ليه بقى قلتي كده ليه فيه ستاك كتير تعش تقول كلام حلوي يعني لكن الراجل ممكن كل واحد يثبتك عادي يعني هو بيثبتك عشان هو ازاكي مش شانه ورومانسي عشان هو عارف ان ان انت اللي رومانسية فهو بيعرف يثبتك ازاكي مارينا اصلا مارف انه انا كاديين اه طبعا صح طب ما علينا من السؤال ده السؤال كفاية كفاية وليلي بقى احكيلي يا مارينا بدأتي ازاكي و ايه حكاية ميكيب اصغر ميكيب ارتست دي عندك كم سنة عارفينه بنفسك انا مارينا ايمن عندي 17 سنة انا بدأت من ثالث عدادي كده كنت بحب الميكيب جدا و اشان مامك بيجيب ميكيب كتير و كده كنت بشوفه و اعود بقى حط و كده لحد بقى ما جات الفرصة ان انا اقعد بقى و ان انا نحط الاصحابي و ان انا نحط الارايبي بنت عمي مهمة اختي كنت بقى ده حطلهم في اعيات في مناسبات كنت على طول بقى انا يعني افهمها اللي في العيلة اللي على طول حط لحد ما وصل معيكي الموضوع لانك بقيت يا ميكيب ارتست مشهورة من شاء الله عليكي لحد 15 سنة يا جماعة يعني اوه من شاء الله فجأة جامدة جد مصراحة يعني مش منطقي قد طيب احكي لنا بقى انت يعني كل وش كل عين باختلاف واحدة او واحدة يعني بيبقى لها ميكيب معي ده حقيقي ولا مش دائم اوه طبعا بتختلف من واحدة للتانية يعني فيه وش بيبقى مليان شوية فالبشرة بتبقى محتاجة مثلا انا ارفعها من هنا شوية عشان بيبقى عندها مثلا خدود حال فتترفع كده فيه بشرة تانية بتبقى ان هي رفيع شوية بحتاج ان انا قبليها او ان انا اطلع لها خدود ده بيلعب الاساسيات كلها بتبقى واحدة عمتا هي الشغل كله بيبقى في الكونتور المناخير صغيرة اعوز ان انا اكبرها سنة طويل اعايز اقصرها حلو قوي يعني جو فوتوشوب بس في الحقيقة او حلو بتعمل ميكيب وتصغري وترفعي وحلو قوي الكلام بيلعبوا في جو الناح تعارف انت لما ترسموا الظل والظل والحاجات دي برافو عليك جدا يا مارينا طيب يا مارينا قوليلي هوا فيه ناس انا اعرف ان هي بتستغل السالري قوي وتقولك ايه هي مثلا تبقى برايد عروسة وتقولك انا عايزة ميكيب سوري علشان السعر بتاع العروسة مثلا اغلى فهمينا بقى ايفه الفرق وفهمينا يعني فهمينا ان هما كده غلط يعني هما بيقلوا في البراند فبيا طبعا ده غلط ما بيبقاش حلو للعروسة ففهميهم كده ايفه الفرق ما بين الميكيب السوري و الخطوبة والذفاف بسي خياني اده بقى اكبر حاجة اللي هي ميكيب الزفاف اللي هما كلهم الاسيات بتاعتهم واحدة يعني كلهم اسياتهم واحدة الاسيك لكن الفرق بس بتبقى في الماتيريال الماتيريال بتاعة الأفراح أو الزفاف عمتا بتبقى كلها حاجات هاي اند حاجات كلها فول كابر علشان بطلع البشرة في أحسن شكل ممكن أن أطلعها فيه حاول أن أنا ما بيينش على القد مقدمة طبعا الحاجات دي السلوري بتاعها بيبقى عالف عشان كده هي العروسة بتبقى غالية آه طبعا يعني العروسة بقى اللي بتقولك أنا عايزة أنا برايد آه بس عايزة سورية دي بتظلم نفسها آه صراحة يعني باستخدم أنا في الحاجات اللي هي في الزفاف حاجات كلها هاي اند ولكن السوري بتبقى حاجة خفيفة كده فأنا مش باحتاج مثلا انتي يعني لكن كل أصلا حاجة فيهم لها باكتج معين الفرح ليه باكتج والخطوبة والسوري فطبعا السوري بتبقى قل حاجة فيهم فتبقى حاجة خفيفة كده يا دوبك انت فاهمها صهرة راح حتة فاهم حلي بيبقى حاجة سمبل علشان هيجا عادة خروجة لكن طبعا الفرح بيكون بيختلف تمام طيب نزل بقى للأفرح الفستان بيفرق في موضوع لك يعني ممكن مثلا فستان مثلا بديل او فستان مثلا زمبل ممكن اختلافهم ده يعني يخليك انت تختلف في الميكاب شوية او تعمل ميكاب مختلف عن فستان تاني هو عامتا انت بتحكم اصلا على الشكل النهائي من طول تلك بتاعه يعني انت بتشوف شكل العروسة بالفستان بتاعها لما بيبقى عامتا هو الفستان كل مبقس من البسلي ديل وطويل وكده بيدي العروسة شكل شيء جدا طبعا تفاصيل اكتر طبعا بيدي جمال احلى لسه او بس هو عامتا الميكاب اصلا مش بيبين الا بقى في اللبس والشعر معلوك النهائي او يعني برضو بيختلف الميكاب بيختلف في فستان الفستان او طبعا بيختلف او مثلا انت بتشوف الصوري بيبقى لبسة برضو عامنا ميكاب حيال بسيط بقى لبسة فستان بسيط خالص فبرضو مش بيبين في نفس بقى الافراح لما بتلبس بقى اكي اكي بزفر طب يا مارينا قوليلي هوا الميكاب النهاري بيختلف عن الميكاب الليلي؟ اه طبعا عمتا انت بتبقي خرجة للصبح فبتبقي حاسة يعني الشمس وكده في ناس بصريتهم كمان حساسة فبتزاودي ان انت بتحطي ساملوك قبل ما تخرجي ده اساسي قبل الميكاب كله وكمان الالوان الالوان بتاعت الصبح بتبقى حاجة خفيفة كده حاجة هذية لكن بقى الوان بالليل هي تبقى تعادل برضو الميكاب الصوري بتبقى برضو انت راحة صهرة او راحة مثلا خطوبة واحدة صاحبتك او فرح برضو بتبقى حطة الوان برضو اه حلوة وكمان بقى الهايلايتر والجليتر والحاجات اللي بنشوفها الصبح دي بتزعج جدا يا جماعي لا خالف ما ننصحش ليها نهائي اه لا بتبقى اصلا شكلها اوفر مع الشمس بقى وكده فتبقىش حلوة خالفة هو الميكاب أحلى بالليل بصراح اه انا من وجهة نظري لا اولا لو كل ما بقى سنبي تستخل برضو بقى حالوة كل ما بقى سنبي كان حالوة اه اه كل ما تحط صح الخطوات بتفرقصها اه طبعا يعني كل ما تحط كل حاجة مزبوطة بمكانها كل حاجة الخطوات بستنيت على البشرة الناتهتها شوية بعدين اتنقلت الخطوة البعدة البشرة طبعا شكلها بيفرق جدا طيب حلو جدا احنا بقى نشوفها على السوشيال ميديا مثلا نصفات ميكاب وناس بتطلع تعمل ميكاب مثلا في فيديوز او كده يعني معها او ضد؟ اه انا مش معها كلها يعني لان برضو اه هي في ناس طبعا قويسين جدا بيتلاقي ان هم يقولوا ميكاب صح وخطوات صح بس فيه بنات بتطبقها بطريقة غلط او هم بيقايبين متاريال حلوة وعالية فبتبديهم شكل حلو احنا بنجيب متاريال اقل و بنطبقها بطريقة غلط فبتبقاش حلوة يعني هي 5-8% منهم صح بس احنا بنطبقها غلط يعني نجيب بنمشي على خطوات صح او بنجيب برنده فعل احنا معانا دلوقتي الصور بتاعتك بتتعرض احنا بنتكلم حلوة جدا يعني ما شاء الله عليك هو طبعا دمش احسن حاجة ان الوحيد طبعا مع الوقتي طبعا احسن لا او كمان لو راكزتي اكتر مضاع التصوير مثلا كاسيشنز او كده حابين كمان شوالك اكتر ميكاب او طبعا ان شاء الله قريب بس ان انا دخلت السنة الجهة سنوية ما فقلت ان شاء الله خلص افتح لع مكان رب منعينك توفيق انا معيك يا رب ان شاء الله طلعين احلى لوكات طب قولين يا مارينا لو احنا مثلا في وسط السور الجميلة اللي احنا بنشوفها دي حابين نقول للبنات اللي هي عايزة تنزل بسرعة ومستعجلة ميكاب سريع كده يعني مثلا رايحة الجامعة رايحة مكان قريب بسرعة يعني ميكاب سريع كده ايه الخطوات بتاعته او ايه الاستمامة بتاعته الميكاب لو هو الصبح هتحط سان بلوك وهتحط مرط هيعتمد كله مش هتحط بقى فونديشن خالص انا هحط كونسيلر عشان يوحدلي نون ايه البشرة كلها هحط تحت العين هنا حط هنا وحط هنا عشان ان انا وممكن هنا كمان ان انا اوحد لون البشرة كلها بعض كده في بنات بتحب تحب تحب بلاشر في بنات بتحب تحب تحب تن عادي ايه وبتحطي روج وفيه برضو على حسب لو انت عايزة تحدد حواكب بالشكل اللي نسبك بس احنا بنفضل يعني البودر لان البودر احسن حاجة للحواجب عشان تقعد شرر حاجب شوية لان الالم والجل بيوقعوا الحواجب فده اسرع اللوك ممكن تعملها هتحط الكنتيلر والدين وهتحدد حاجب لو احب بقى ان تحط كحل وروج ده بيبقى اسرع اللوك ممكن تعمل طيب انت مثلا لو جاتلك مثلا عروسة وهي عايزة لون معين او لوك معين وانت شايف ان اللوك ده مش غليق عليها ازاي تقنعيها ان اللوك اللي انت شايفاه هو الاحسن لو جاتلي اي حدث وريق او خطوبة او فرح بقولها الاول بس بسألها قبل ما ابتديه خالص انت الالوان اللي بتحبيها هتقولي مثلا بميل الازرقات فيه بنات بتميل البنيات فيه للأحمرات كده فطبعا بحاول ان انا على قد موضة ان انا زبتان مثلا بتقولي ان بميل الأحمرات هزبطلها بردو بس على الطريقة اللي تنسي مش هضطلها احمر اوفر هضطلها حاجة بسيطة اه لان طبعا كل حاجة لها درجات كتير فانا بحاول ازبطلها بردو يعني وبردو لو معجبهاش اللون ببتدي اغمق افتح بس انت فاهمة انت بتتكلمي انك فاهمة فانت بتتصرفي على حسب الاصحة بالنسبة حلوة جدا مرافو طيف اخر فاكرتنا يا مارينا بقى تقولي لنا البنات تنصحيهم يعني يهتموا ببشرتهم ازاي عشان ده طبعا بيفرق جدا في الميكب انا عارفة قولنا يعني خطوات كده سريع البنات تفضل تعملها تهتم بيها عشان الميكب يطلق احسن حاجة هي يعني مثلا كل ما البشرة بقت حلوة مابهاش حبوب او كده طبعا انت عارفة اكيد هيفرق في شكل الميكب جدا فهي احسن يعني او اسرح حاجة ممكن تعملها برضو هيبقى عندها روتين يومي هيبقى عندها غسول وتونر كل ده طبعا حسب نوع بشرته والسام بلوك طبعا او السام بلوك طبعا هتنزل الصبح والمرتب والتونر ده اللي هتستخدم وكريم بقى لو بستخدم مضادة حيوي للحبوب لو هتستخدم حاجة ده هتبقى روتينها اللي بيبقى ايه يومي لو بتعيز بقى انها تعمل تنظيف بقى بشرة عميك وكده بتروح بقى بتروح بقى مثلا لصيدلية او الناس اللي هم بيبقوا فتحين عيداته كلام ذا تنظيف الاسبوع ده بيبقى يعتمد مثلا انها ممكن تعمل سكراب في الاسبوع على حسب برضو نوع بشرتها كل نوع بشرة طبعا ليه سكراب فيه بنات برضو تحب تعمله في البيت فيه بنات بتحب تجيبه بس انا بفضل لوال حاجات التبية اكترين جيل نتيجة هو فن فعلا نورتين امرينا وزيما كده في نجاح بجد والله نورت البرنامج احنا فوصل وهنرجع تاني استنونا واتروح في اي حد